هل هذا التعريف للشرك يعتبر تعريفاً صحيحاً وهو أن الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما يختص به الله مستدلاً بقوله إذ نسويكم برب العالمين ما هذا التعريف الذي ذكره العلماء؟ العلماء يقولون الشرك هو عبادة غير الله دعاء غير الله عبادة غير الله هذا التعريف ما جاء هذا الملوى هذا الكلام الملوى ما نعرفه هذا نعم